22 مركبة تعرضت للتعطل والسبب تزويدها ببنزين مختلط بالمياه في محطة خروبة بالعاصمة حادثة استدعى التدخل شركة نفطال لتدارك الوضع وإصلاح ما يمكن إصلاحه يعني يتسرب الماء في سهرج البنزين كانت 22 سيارة اللي انقاصت بهذا البنزين اللي كان مخلط بالماء هادو 22 سيارة عندما خرجوا من المحطة يزويدها بربلم تكنيك مو نفو دول موتور لذلك عندما خرجت نفطال بعتنا من أكيب تكنيك يعني سور بلاس لكي تستطيع الوضع بعد هذه الحادثة عاد النشاط بصفة عادية لمحطة الوقود بالخروبة ففتحت شركة نفطال تحقيقا لمعرفة ملبسة الحادث هو تحقيق تقنيا تحقيق تقنيا يجب أن نفهمه كيف سيحقنا على هذه الحادثة دونك عبالك ما يخفلكش لكيوف كاربيران يسون تنتيري في الأرض دونك انوا فيرفي الاتنشيتي دلاكوه وانوا فيرفي الكلابي دلاكوه وان شاء الله انوا رميديه وانوا جينيغاليزي ساتوبراشن اللي شر نشونال دونك انوا فيرفي توت لستاشن السابيز مع اشتالي راجعي دونك ناخدوا حتياتنا والمحطة الان نريف الخدمة يعني صباح اللي كي بتاع ستتاع صباح اللي دماري حادثة اختراط البنزين بالمياه بمحطة الخروبة بالعاصمة تم كشف أسبابها والتحكم والسيطرة عليها بأقل الأضرار فإلى متى تستمر مثل هكذا حوادث